أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أمثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن سعادته بالانتصار المميز الذي حققه فريق البحرين مكلارين للدراجات الهوائية بالفوز بالمركز الأول في طواف سيركوتو دي جيتكسو في أسبانيا والجولة الثانية بطواف روت أوكيتانيا في فرنسا وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بفوز الدراج داميانو كاروسو بالمركز الأول في طواف سيركوتو دي جيتكسو بأسبانيا وفوز الدراج سوني كولي بريلي في طواف روت أوكيتانيا بفرنسا وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذه الانتصارات تأتي امتدادا لسلسلة الانتصارات المتواصلة التي حققها الفريق في السباقات الماضية مشيرا سموه لأن الفوز والحصول على المركز الأول بعد توقف لعدة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا يعطي الفريق دافعا كبيرا لمواصلة التطور والازدهار وحصد الإنجازات في المشاركات القادمة وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن حصول فريق البحرين مكلر للدراجات الهوائية على المركز الأول في طواف سيركوتو دي جيتكسو في أسبانيا وطواف روت أوكيتانيا بفرنسا يؤكد المكانة المتميزة التي تمتلكها رياضة الدراجات في مملكة البحرين ونعكست على المشاركات الخارجية مبينا سموه إلى أنه حريص على دعم الفريق من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات وتأكيد مكانة مملكة البحرين في السباقات الخارجية وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن العودة القوية التي سجلها فريق البحرين مكلر للدراجات الهوائية تؤكد الاستعداد الأمثل للفريق في الفترة الماضية خصوصا أن الفريق يسير وفق خطة مدروسة هدفها تمثيل المملكة في المحافل الخارجية بأفضل صورة